اتحدث عن فضيلة القرأ الشيخ طهالفشني رحمة الله عليه تميز في قراءة القرآن تميز في الابتهالات وفي الإنجاد وفي التواشيح ابتداءً ماذا تقول عنه في الدورة علي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ طهالفشني رحمه الله تعالى كان نقطة فارقة يعني الدنيا ماشية وفيها ما فيها من العلو وفيها ما فيها من الفخامة وفيها ما فيها من ملوك التلاوة وراح ده طالع منور الدنيا في حتة تانية يعني الشيخ طهالفشني ولد 1900 على رأس القرن مات 1971 عنده 71 سنة ولد في بنسويف في مركز هناك اسمه الفشن فسمي باسمه طهالفشني الشيخ طهالفشني كان يمتلك صوتا نادرا صوتا ممكن نسميه الصوت المتحكم المسيطر لأنه كان قادرا على أن يتحكم في المقامات الموسيقية يتحكم في القرار والجواب بقدر واحد هو ماشي يقرأ هو بيقرأ من غير أن يخطئ من غير أن يفلت منه حاجة فيضطر يعيدها ده ده حاجة نادرة أوي صوته كان من نوع الحاد صوت حاد يبقى جاد وحد لكن أبوه وده التعليم العام ودخله الابتدائي وكذا وما زال وهو في هذا برضو الأستاذ يخليه يقرأ قرآن الصباح في المدرسة لأنه الصوت بتاعه حلو ومميز وزي ما بيقولوا إيه حاجة تانية يعني بعد كده الشيخ طاع الفشني قعد يتدرج في هذا إلى أن أخذ الكفاءة والمعلمين وكذا إلى آخره وحفظ القرآن وأتقنه ونزل مصر يكمل في معهد القراءات ويكمل دراسته للمقامات الموسيقية وهكذا مين بقى اللي علموا المقامات الموسيقية؟ علي محمود شيخ علي محمود علي محمود اللي هو بقى أستاذ الكل ده اللي هو أستاذ درويش الحرير وأستاذ رفعت وأستاذ كذا قلنا ساعتها إنه هو مولود ألف وتبنمائة وتمانين صاحبنا ألف وتسعمية يبقى ده أكبر منه بعشرين سنة يعمل أستاذ عشرين سنة تعمل إيه؟ الأستاذية فنزل القاهرة وتعلم على يد الشيخ علي محمود كان يحب سيدنا الحسين أوي اللي هو الشيخ طه الفشن فدور على حاجة بجوار سيدنا الحسين علشان قلبه متعلق بسيدنا الحسين كان هي المركز منطقة الحسين هي المركز الحسين والأظهر؟ طبعا لأنه فيها الأظهر وفيها سيدنا الحسين وفيها مجموعة من لما تعمل دايرة كده على الخريطة فيها مجموعة ضخمة جدا من المساجد الأثرية ذات التاريخ الواسع فيها مجموعة من الأولياء عجيبة غريبة يعني أكتر من أربعين خمسين ولي من كبار الأولياء فهو على طول في سيدنا الحسين يروح سيدنا الحسين الناس تسمعوا وهكذا وهو في يوم من الأيام اتفتحت الإزاعة ورئيس الإزاعة حينئذن سعيد باشا لطفي أخو أحمد لطفي أحمد باشا لطفي أحمد لطفي السيد هو مش معتمد لسه ما راحش إلى إزاعة ولا اعتمد ولا كذا إلى أخير احنا في التلاتينات كده ستة وتلاتين بس هو شغال قبل كده ما هو احنا دلوقتي هو من تسعمية مولود جه مصر اتنين وعشرين يبقى لسه هو شغال قبل كده ولذلك كان فيه شركة يونانية سنة أربعة والتلاتين راحت مسجلاله الناس بتقول اليونان كانوا يجوا يشتغلوا عندنا هنا وبعدين يروحوا بلاده خاصة لما يجبروا يقولك عايزة موت في بلدي فبيحبوا السماع وبيحبوا الشيخ طاها ده بالذات بس كان بيغني وقتها لما سجلوله لا لا ده سجلوله القرآن القرآن آه سجلوله صغار القصار الصغر أي وسجلوله يمكن مديحة أو حاجة زي كده لكن الاسطوانة اليونانية لا كانت قرآن كانت قرآن مش غناء مش غناء لا وكان بطلب اليونانيين نفسهم فسجلوله الكلام ده بدري قبل الإذاعة اشترك في البقاط الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر